عفى من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء فذوهاش فميث عريتنات عفتها الريح بعدك والسماء فذروة فالجناب كأن خنس النعاج الطاويات بها الملاء يشمن بروقه ويرش أريل جنوب على حواجبها العماء فلما أن تحمل آل ليلى جرت بيني وبينهم الضباء تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاء جرت سنوحا فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمت اللقاء كأن أوابد الثيران فيها هجائن في مغابنها الطلاء لقد طالبتها ولكل شيء وإن طالت لجاجته انتهاء تنازعها المهى شبها ودر النحور وشاكهت فيها الضباء فأما ما فويق العقد منها فمن أدماء مرتعها الخلاء وأما المقلتان فمن مهات وللدر الملاحة والصفاء فصر حبلها إذ صرمته وعادا أن تلاقيها العداء بآرزة الفقارة لم يخنها قطاف في الركاب ولا خلاء كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء أسك مصلم الأذنين أجنى له بالسيت النوم وآء أذلك أم شتيم الوجه جأب عليه من عقيقته عفاء تربع عصارة حتى إذا ما فند حلان عنه والإضاء ترفع للقنان وكل فج طباه الرعي منه والخلاء فأوردها حياض صني بعات فألفاهن ليس به النماء فشج بها الأماعز فهي تهوي هوي الدلو أسلمها الرشاء فليس لحاقه كلحاق إلف ولكن جائها منه نجاء وإما لا لوعث خاذمته بألواح مفاصلها ضماء يخر نبيذها عن حاجبيه فليس لوجهه منه غطاء يغرد بين خرم مفضيات صواف لم تكدرها الدلاء يفضله إذا اجتهدى عليه تمام السن منه والذكاء كأن سحيله في كل فجر على أحساء يمؤود دعاء فآض كأنه رجل سليب على علياء ليس له رداء كأن بريقه برقان سحل جلا عن متنه حرض وماء فليس بغافل عنها مضيع رعيته إذا غفل الرعاء وقد أغدو على ثبت كرام نشاوا واجدين لما نشاء لهم راح وراوق ومسك تعل به جلودهم وماء يجرون البرود وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء تمشى بين قتلا قد أصيبت نفوسهم ولم تهرق دماؤه وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فإن قالوا النساء مخبآت فحق لكل محصنة هداء وإما أن يقول بنوا مصاد إليكم إننا قوم براء وإما أن يقولوا قد وفينا بذمتنا فعادتنا الوفاء وإما أن يقولوا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء فلا مستكرهون لما منعتم ولا تعطون إلا أن تشاء جوار شاهد عدل عليكم وسيان الكفالة والتلاء بأي الجيرتين أجرتموه فلم يصلح لكم إلا الأداء وجار سار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء فجاور مكرما حتى إذا ما دعاه الصيف وانقطع الشتاء ضمنتم ما له وغدا جميعا عليكم نقصه وله النماء ولولا أن ينال أبا طريف إسار من مليك أو لحاء لقد زارت بيوت بني عليم من الكلمات آنية ملاء فتجمع أيمن منا ومنكم بمقسمة تمور بها الدماء ستأتي آل حصن حيث كانوا من المثلات باقية ثناء فلم أر معشرا أسروا هديا ولم أرى جار بيت يستباء وجار البيت والرجل المنادي أمام الحي عقده ما سواء أبا الشهداء عندك من معد فليس لما تدب له خفاء تلجلج مضغة فيها أنيض أصلت فهي تحت الكشحداء غصصت بنائها فبشمت عنها وعندك لو أردت لها دواء وإني لو لقيتك فاجتمعنا لكان لكل مندية لقاء فأبرئ موضحات الرأس منه وقد يشفي من الجرب الهناء فمهلا آل عبد الله عدوا مخازي لا يدب لها الضراء أرونا سنة لا عيب فيها يسوى بيننا فيها السواء فإن تدع السواء فليس بيني وبينكم بني حصن بقاء ويبقى بيننا قذع وتلفوا إذا قوما بأنفسهم أساء وتوقد ناركم شررا ويرفع لكم في كل مجمعة لواء وخبر القصيدة أن رجل من بني عبد الله بن قطفان رحل إلى بني عليم وهم حي من كلب فنزل بهم فأكرموه وأحسنوا جواره وآسوه وكان رجلا مولعا بالقمار فنهوه عنه فأبى إلا المقامرة فقمر مرة فردوا عليه ثم قمر أخرى فردوا عليه ثم قمر الثالثة فلم يردوا عليه فرحل من عندهم وانطلق إلى قومه فزعم أنهم أغاروا عليه وكان زهير نازلا في غطفان فقال يذكر صنيعهم به ويقال إن ذلك الرجل لما خلع من ماله رجاء أن يحوز الخصل له فرهن امرأته وابنته فكان الفوز عليه فقال زهير هذه القصيدة والخصل ما يتقامر عليه ترجمة نانسي قنقر